مشاهدين ومعنا من مدينة إسطنبول التركية العقيد أحمد حمادة المحلل الاستراتيجي والعسكري إذن ينضم إلينا من إسطنبول مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا العقيد أحمد إذن أهمية الموقع عقيد أحمد التي استهدفتها الضربات في دمشق حمص وريف دمشق ومطارات عسكرية في سوريا أيضا السلام عليكم تحياتي لك ولسادة المشاهدين طبعا قامت اليوم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بضربات منسقة لعلى أهداف ذات أهمية كبيرة للنظام السوري استخدمت طائرة البيون والغواصات وأطلقت صواريخ كروز وكذلك استروم شادو ضربتها طائرات الترنادو البريطانية بالإضافة إلى طائرات الميراج الفينب والرافال الفرنسية إذن كل هذه الأسلحة والأساطيل الموجودة في البحر وجهت ضربات إلى النظام على عدة مواقع أهمها في منطقة دمشق هناك ضرب لمنطقة جمراية التي تعتبر مركز لتطوير الأسلحة الكيموية بالإضافة إلى موقع في برزة كذلك تابع للبحوث العلمية والذي يطور هذه الأسلحة بالإضافة إلى مواقع للدفاع الجوي في منطقة قاسيون ومنطقة الدماس في المطار الشراعي وكذلك مطار المزة حيث وضع النظام عدة مستويات من الدفاع الجوي في مطار المزة وكذلك في قاسيون وفي المطار الدولي كذلك تم استهداف الحرس الجمهوري اللواء 105 الواقع قرب جبل قاسيون وكذلك الفوج 41 قوات خاصة في تلك المنطقة في منطقة الدريج يعني إذن هذه الاستهدافات استهدفت عدد من المناطق الذات الأهمية كما في منطقة حمص هناك منطقة سرية كان يتخذها حزب الله على الحدود اللبنانية في منطقة القصير هذه الموقع السري ربما يكون له استخدامات نووية أو استخدامات كيموية هكذا ورد من مصادر منذ أكثر من عدة سنوات وتم إبعاد جميع سكان هذه المنطقة من محيط هذا الموقع لذلك تم ضربه بالإضافة إلى مستودعات دنحة في تلك المنطقة التي تعتبر مستودعات لتخزين الأسلحة إذن هذه الضربات ب120 صاروخ وحققت أهدافها كما قالت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون وكذلك البريطانيين والفرنسيين وكل ما ادعاه النظام بأنه أسقط 71 صاروخ وهذا الحديث تم تناوله من قبل الروس لا نتوقع ذلك لعدم القدرة التقنية لوسائط الدفاع الجوي للنظام على إسقاط هذا الصواريخ في مجال تشويش قوي جدا استخدمته هذه الطائرات وهذا الإسقاط يعني يتوجب أن يكون لدى النظام قبة حديدية متطورة قد لا تملكها الدول المتطورة طيب عقيد أحمد هل يمكن القول إذن في ظل كل ما ذكرت حضرتك أنه قدرة النظام على استخدام أسلحة كيميائية مستقبلا قد شلت الآن؟ طبعا النظام عندما تم إصدار القرار 2118 هذا القرار يقضي بتخليص النظام من السلاح الكيميائي مقابل عدم توجيه ضربة ضربات عسكرية له في عام 2013 ولكن تم تفتيش 13 موقع وبقي 12 موقع بحجج أخرى بأن وحدات التفتيش غير قادرة للوصول عليها فبقي لدى النظام أكثر من 800 طن من الأسلحة الكيميائية أما بعد هذه الضربات لم تتضح حتى الآن الصورة الحقيقية لما تم تدميره ولكن تم استهداف هذه المواقع وأتوقع بأن الردع الأساسي للنظام هو ردع من قبل الدول وليس عدم تبقي أسلحة لدى النظام لأن الأسلحة في هذا المواقع يتم تجهيز الأسلحة بشكل جيد ويتم توزيع على المطارات وعلى وحدات المدفعية لتقوم وحدات المدفعية والطائرات برميها على المدنيين أو على الأماكن المستهدفة فهناك مواقع أخرى يوجد فيها سلاح كيماوي مجهزة بعبوات أو بقذائف المدفعية أو بقذائف الطيران أو صواريخ الطيران طيب عقيد أحمد النظام يقول أن جميع المواقع المستهدفة كانت خالية بحسب متابعتكم هل هناك تسريبات عن إمكانية نقل النظام للأسلحة والطائرات إلى أماكن أخرى قبل الضربة؟ طبعا عنصر المفاجأة وعنصر السرية لم يتبقى في هذه الضربة لأن النظام يدرك بأنه مستهدف وأنه سيتم استهدافه بعدد من الضربات فقام بنقل الأسلحة النوعية وكذلك بعض المعدات النوعية والطيران إلى أماكن يمكن أن يخبئها من أجل عدم استهدافه والضربات أصبح في ساعة رابعة بتوقيت دمشق ويكون كل العناصر في حالة مبيت وفي حالة رفع الجاهزية أو وجود أعمال عسكرية قتالية يقوم النظام أو كل الجيوش بتغيير المواقع الأساسية إلى مواقع أخرى ويتم استبدال كل الشفرات وكل المواقع وانتقال العناصر من مكان إلى آخر حتى لا يتم تضرورة وهذه من ضرورات الخطط العسكرية شكرا جزيلا لك حدثنا من مدينة إسطنبول التركية العقيد أحمد حمادة المحلل الإستراتيجي والعسكرية